شهد صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان ومعالي الشيخ انهيان بن مبارك الانهيان وزير التسامح والتعايش شهدوا حفلة خريج دفعة عام 2024 من طلبة جامعة عجمان والذي أقيم في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الحرم الجامعي وأشهد صاحب السمو حاكم عجمان بالمستوى المميز الذي وصل إليه التعليم العالي بالدولة وبالنهضة الحضارية في كافة المجالات وقال سموه إن التعليم العالي ثروة كبيرة لا تقدر بثمن وهو الاستثمار الحقيقي في الإنسان والذي يعزز الصورة المشرقة لدولة الإمارات التي عرفت بنهضتها التنموية والتعليمية وإسهامها في دفع حركة النهضة الفكرية والعلمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية إقليبيا ودوليا موسيقى موسيقى